اهلا بك اصدقاء اليوتيوب في خبرين مهمين للمهتمين بالعملات الرقمية ومستقبل العملات الرقمية الخبرين دول هيأثروا على المستقبل بتاع العملات الرقمية وعلى اسعار العملات الرقمية في المستقبل تمام قبل ما نبتدي فكركم دعمكم للقناة بعمل لايك وشير الفيديو واشتراك في القناة لو حبيته وتفعلوا الجرس وصلاة كل جديد وتقروا بعناها سندول وصفي لينكات المنصات الحبي بيسجل مجانا في منصات تداول العملات الرقمية كوين بيز وباينانس وكريبتو دوت كوم زي ما انتو شايفين طبعا الاسعار بتاعت العملات الرقمية النهاردة يعني مستقرة لحد ما حتى الهبوط اللي بيحصل هبوط مش قوي بيبين قد ايه قوة العملات الرقمية في الاسواق العالمية تمام نبتدي عشان ما تقولش عليكم بالنسبة الاول حاجة نتكلم عليها بواجعام الاسيريوم المهتمة بالاسيريوم طبعا الاسيريوم انا بقولكو دايما ركزوا عليه يا جماعة اللي عنده امكانية ممكن يشتري اسيريوم بس بسعر مناسب مش تشتريه في العالي تعرف امتى تشتريه وتشتريه بسعر كام الحرق بتاع الاسيريوم الى حد ما ماشي ببطء ونتمنى ان هو يوصل باسرع وطيرة الحرقة باسرع كل الكلام ده حيقصر على سعر الاسيريوم وحيخليه انطلق بالنسبة لمؤشر الخوف والجشع يعني ارتفع شوية الخوف ابتدى يقل الناس ابتدى التنشط شوية وانا متوقع في الربع التاني من العام هيحصل ارتفاع ونشاط في السوق بقوة وبعد يونيو طبعا هيبقى في انطلاقة كبيرة كل الناس متوقعين في الربع التالت من العام هيحصل انطلاقة قوية لعملات الرقمية فده حاجة كويسة بالنسبة للدهب الدهب طبعا الى حد ما مستقر كان عام 1914 ل1937 النهاردة طبعا الحبيب يخش على موقع كتكم بيتكلم على بالتفصيل تبقى انت بتستسمر في الدهب تبقى عارف بالزبط تشتري امتى وعلى كام في المؤشرات بتاعته دي بتقدر تحدد انت تشتري بكام ويطالع ولا نزل الدهب طبعا نخش بقى على الاخبار الجيدة الاخبار الجيدة دي هتتكلم على ايه مستقبل لعملات الرقمية الخبر ده هيقولك على البيتكوين وتعدين البيتكوين وده هيأثر على تعدين البيتكوين بتأثير ايجابي وفي المستقبل هيحصل الاخبار دي بتخلي او الحاجات الاحداث اللي بتحصل هتخلي سعر البيتكوين ينطلق وطبعا من مصلحتنا كلنا انا مش مستثمر في البيتكوين ولكن من مصلحتنا البيتكوين يطلع انه رأس العملات الرقمية لما بيطلع هيرفع كل العملات وراه نبتدي يوم الاسنين كشفت شركة انتلا العملاقة عن شريح التعديم بيتكوين بيتكوين الجديدة بلوك سكيل صممت الدائرة المتكملة الخاصة بالتطبيق والتي تعمل على بلوك تشين إثبات العمل باستخدام تشفير SHA256 والخبر بيقول ايه تقول انتل انها ستبدأ في شحن بلوك سكيل خلال الربع الثالث من عام 2022 يعني شايفين بعد شهريين يونيو وستكون ارجو بلوك تشين وبلوك هايف وغيرهم من اوائل الشركات التي طورت انظمة جديدة تعتمد على رقائك اسك وفيما يتعلق بالتطور علق خسي ريوس المدير العام لبلوك تشين وحلول الاعمال في مجموعة انظمة الحوسبة المعجلة والرسومات في انتل نحن فخرون بالتعاون مع الشركات التي تنشئ نظاما بيايا اكثر استدامة لعملات المشفرة على مستوى العالم وتقديم حلول لها ستلعب رقائك اسك بلوك سكيل من انتل دورا رئيسيا في مساعدة شركات التعديم بيتكوين على تحقيق اهداف الاستدامة وتوسع معدل الهاش في السنوات المقبلة يا جماعة بتتكلم على الاستثمار المدى البعيد حيفرق معك جدا في الربح بتاعك ما تخافش لما السوق بينزل بص على المدى البعيد حيطلع وحقق لك ارباح خرفية طيب الخبر التاني مهم برضو جدا انا شايفوه خبر رائع ومهم جدا الخبر ده قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المتحدة بريطانيا انها تعتزم تعديل اطار التنظيم الحالي لدمج العملات المستقرة المستخدمة كوسيلة للدفع في اعلان يوم السنين قالت وزارة الخزانة صاحبة الجلالة ان بعض العملات المستقرة يمكن ان تصبح وسيلة دفع واسعة النطاق للعملاء الافراد في المملكة المتحدة بعد التشاور مع مختلف المنظمات والجماعات والافراد الذي بدأ في يناير 2021 وزير الخزانة بيولئي اطمح الى جعل المملكة المتحدة مركزا عالميا للتكنولوجيا الاصول ومشفرة وستساعد التدابير التي حددناها اليوم في ضمان قدرة الشركات على الاستثمار والابتكار والتوسع في هذا البلد هذا جزء من خططنا لضمان ان تكون صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة دائما في طليعة التكنولوجيا والابتكار تمام وقال جون جيلين في وزير الخزانة الاقتصادي ان الحكومة ستراجع كيفية معاملة اقراض العملات المشفرة في النظام الضريبي للبلاد تمام وقد جاء البيان الصادر عن حكومة المملكة المتحدة في اعقاب اعلان هيئة سلوك المالي عن تمديد حالة التسجيل المؤقت لبعض الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة الى ما بعد الموعد النهاي الاصلي في 31 مارس بالاضافة الى ذلك قال بنك انجلترا ومجموعة من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة في مارس انهما تقوم بتقييم تنظيم العملات المشفرة مشيرة على وجه التحديد الى انها رحبت بمقترحات وزارة الخزانة البريطانية لجلب العملات المستقرة في الاطار التنظيمي للبلاد ده برضو اعلان قوي عن كل العملات الرقمية ودعم قوي للعملات الرقمية فالاخبار دي يخلي بالكو المؤسسات والحكومات اللي بتدعم عملات الرقمية معنى كده ان العملات الرقمية مش هتختفي بالعكس ده هي المستقبل للعملات الرقمية وحيبقى لها استخدامات اكتر بكتير من اللي احنا شايفينه دلوقتي فانت لو عندك احباط او حد بيحبطك ان العملات الرقمية سعرها حينهار وحتنزل وحتختفي والكلام ده لأ ده هما بيبصوا لقدام العملات الرقمية هتستخدم في حاجات كتير جدا انت ما تعرفهاش دلوقتي فركز في العملات الرقمية في الناس اللي بتشتري في العالي يا جماعة وبيكتبولي في التعليقات وناس كتير بتشتكي واشترينا في العالي وخسرانين تمامين فينا ما وقعش في الخطأ ده كلنا وقعنا في اخطاء ان اشترينا حاجة ونزلت او اشترينا والسعر بتاعها ما بيزيتش بس اصبر المستقبل هتزيد وهتحقق لك كمال ارباح واقعد بيع باخسارة دلوقتي بس انت اهم حاجة تعرف ايه العملة انت بتشتريها تستاهل ولا لا اصلا تعمل المغامرة فيها ان انت تشتريها واهم حاجة تشتريها امتى وبسعر كان مش تشتري في العالي وبأي سعر من غير ما تسأل من غير ما تفهم وبعين تشتكي وتنضب حظك انك تخسران فيها لا حتى لو انت اشتريت فيها في العالي اصبر على المدى البعيد هتحقق لك ربح انت لو بيعت دلوقتي هتأكد خسرتك لكن لو صبرت هتحول الخسارة المكسب انت كده كده خسران فانت لو اصبرت شوية هتحول الخسارة المكسب فما تبيعش بخسارة اصبر المستقبل العملات الرقمية فكلنا طبعا ان شايفين البيتكوين والكلام ده والتعدين والحكومات كل الكلام ده مع المستقبل هتبص تلاقي الموضوع تحول اللي وصل احنا لكل الناس المهتمين بالعملات الرقمية بالعكس احنا نعتبر من القيادات لان احنا من اول الناس اللي اشتريت العملات الرقمية فيه ناس كتير ما اشتريتش لغاية دلوقتي هيا بقى هتتعلم منك انت هتعلمه فانت اصبر ان شاء الله خير وانا متفائل خير في المستقبل وكل سلام طيبين يا جماعة وللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة